تفيض حانينا دروب الحياة ويشريق فيها شعاع الأمل وفي رحلات العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل يطول الطريق وينضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الأحبه الكرام بعث الله تعالى الأنبياء فجعلهم مبشرين ومنذرين العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ذرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر هم منار البلاد وهم سرج العباد مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا وإذا غابت عنهم تحيروا جعل الله في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتين لإبليس قد أحيوه وكم من ضال لنتائه هدوه فما أحسن أثرهم على الناس العلماء لهم تجارب في الحياة لهم قصص مع الناس لهم قصص مع السلاطين ما هي قصة الذي يمد رجليه لألا يمد يديه سنقف معها بإذن الله تفيض حانينا دروب الحياة أيها يا حبه الكرام رفع الله تعالى قدر العلماء فقال الله جل في علاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة فجعل شهادة أولي العلم مقرونة بشهادة الملائكة وقال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هم الذين اختارهم الله تعالى وقذف في قلوبهم الخشية وبيّن الله جل وعلا أن العلماء لهم من الأثر ومن الفائدة في الحياة ما ليس لغيرهم بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر في مفتاح دار السعادة قال الناس قد يستغنون عن المهندس وذلك أنهم قد عرفوا مع كثرة التجربة كيف يبنون بيوتهم فعرفوا أنك تضع الطوبة في المكان الفلاني يقول صحيح المهندسين أنهم مهمين خاصة في عصرنا اليوم لكن لو غاب المهندس استطاع الناس أن يدبروا عنفسهم وكم من الإنسان بنى بيتا وبنى عشته وبنى كوخاه من غير المهندس قال والناس يستطيعون أن يستغنوا عن الأطباء يعني لو اضطر أن يستغني لا استغنى وذلك أنه قد جرت طبيعة الإنسان أنه يعرف ما يضره وما ينفعه بالتجربة يعرف أن هذا ضار أكله وهذا نافع أكله قال إلا العالم الشرعي فلا يمكن أن يستغني عنه الناس لأن العلم ومعرفة الأحكام الشرعية لا يمكن أن تعرف عبر التجارب ولا يمكن أن تعرف عبر كثرة الممارسة لا تعرف إلا بالوحي لا تعرف إلا أن يسل الله تعالى من عنده جل وعلا أنبياء لأجل أن يبينوا للناس ويهدوهم لذلك جعل الله تعالى للعالم حظا من التوقير والإجلال والإكرام حتى في يوم القيامة العالم أيضا له إجلال وإكرام يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يعني كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الناس انظر كيف العالم له أثره وله قيمته بل إنه عليه الصلاة والسلام لما بعث بعض الصحابة في بعض الغزوات فلما قفلوا راجعين من تلك الغزوة كان أحدهم في رأسه جراحة فيه جرح فنام فأصابته جنابة فلما استيقظ قال يا قوم يسأل الذين معه قال يا قوم أصابتني جنابة ولا ماء هل تجدون لي رخصة أني ما أغتسل فيه مخرج فيه حل آخر غير إنه يجب عليه الغتسال فقالوا له لا نجد لك رخصة جنوب يجب عليك تغتسل قال طيب أنا فيني شجف في رأسي ما أستطيع أغتسل لو أصابني الماء يضرني قالوا لا نجد لك رخصة لا تصلي حتى تغتسل فاغتسل فمات فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تلك الغزوة التي يعني أصابهم فيها ما أصابهم من التعب واللأواء ورجعوا يمشون خلال هذه الصحراء بعدما مات صاحبهم رجعوا يمشون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطعون الفياف والقفار وهم على دوابهم شوقا إلى المدينة فلما وصلوا إلى المدينة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوه بخبر ذلك الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني اغتسل فمات قالوا نعم قال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جهلوا ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال يعني ما دام ما عندكم معلومات لماذا لم تستفتوا لماذا لم تسألوا ما عندك معلومات خلاص اسكت لا تفتي ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب يعني يأتي إلى تراب ويضرب بيديه عليه تيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب فيمسح وجهه وكفيه ويعصب على رأسه عصابة يمسح عليها يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الإنسان إذا كان فيه جرح أو كذا فإنه يضع عليه عصابة يضع عليه يعني لفافة أو يضع عليه لزق أو نحو ذلك ويغتسل ويمسح عليه ويتيمم بعدما ينتهي فإذا كان ما يستطيع حتى أن يمسح عليه يكفي أن يغسل ما يستطيع من جسده ثم بعد ذلك يتيمم بنية رفع الحدث عما لم يصبه الماء أما أن تفتي بغير العلم فهذا لا يجوز لذلك الناس عرفوا منذ القديم فضل العلماء وكانوا يبجلونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى كان وزيرا معظما وكان ذا مال وجاه وكان يجمع العلماء عنده طالب علم فكان يجمع العلماء عنده يتناقش معهم فيوم من الأيام جمع العلماء عنده بعد العصر فدخل الفقيه المالكي وجلس معهم فجعلوا يتناقشون في مسألة فخالفهم الفقيه المالكي فناظروه قالوا بلى المسألة كذا والراجح فيها كذا قال لا الراجح فيها كذا فتعجب بن هبيرة كل العلماء على قول وأنت على قول فناقشوا وهو مصر يقول الرأي صحيح وكذا فقال ابن هبيرة الوزير أحمار أنت يعني أنت الصواب وكل العلماء الجالسون خطأ كل العلماء الجالسين خطأ فسكت الشيخ فلما تفرقوا ندم ابن هبيرة على كلمته كيف قل الحمار أنت هذا عالم يقولون فلم يبت الليل من شدة الهم والغم شوفوا يا جماعة اللي يقدرون العلماء يقدر الرجل اللي ثنى ركبة في طلب العلم وأمضى وقته في حفظ القرآن وصرف حياته في حفظ السنة وكتابتها والتأليف هذا يا أخي هذا الرجل المبارك الذي يحفظ الله تعالى به الدين هذا يكرم لا يكتب عنه في الصحف بالسهزاء أو يستهزأ به من خلال البرامج والفضائيات لا بد له من توقير يا جماعة الأمة إذا ضيعت علماء الدين ضيعت مجدها ضيعت دينها ضيعت عزتها فلبث ابنه بيره طوال الليل مكتئبا حزينا مهموما فلما أصبح من غدنا واجتمع عنده العلماء قام ووقر يعني هو الوزير الآن ووقر هذا العالم وقبل رأسه وقال أيها الناس كلم العلماء قال أيها الناس إنه بدرت مني كلمة البارحة والله ما نمت من شدة همها وغمها ما نمت من شدة همها وغمها الكلمة التي قلت له فسامحني قال قد عفوت عنك يعني أنت خرجت هكذا واضح أنه من غير قصد من شدة الغضب لكن عفوت عنك قال لا سامحني قال سامحتك فقام وقال أطلب حاجتك قال لا حاجة لي الحمد لله قال أسألك بالله العظيم هل عليك دين قال نعم مدام سألتني بالله العظيم نعم قال كم قال أعفني قال سألتك بالله العظيم أن تخبرني قال علي مئة دينار قال هذه مئة دينار لقضائها من مالي الخاص ثم قال وهذه مئة أخرى لكلمة التي كانت في البارحة هذا يا جماعة وزير يعني يأمر وينهى ولو شاء ربما أنه يأمر بقتل هذا الفقيه لقتله ومع ذلك يا جماعة عندهم توقير واحترام لهؤلاء العلماء ومن أكثر العلماء إجلالا الشيخ سعيد الحلبي الذي مد رجليه عندما لم يمد يديه يكفي كأن رفيق العلم منزله بين السماكين مرفوعا على زحلي أقلامه تعمر الدنيا إذا نطقت ألواحه صحف الرضوان والأمل الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى كان عالما كبيرا من العلماء وكان له جلالة قدر عند الناس وكان مستغنيا عن الحاكم مستغنيا عن الحاكم لأن العالم إذا احتاج إلى الحاكم وصار يأخذ الأعطيات ويأخذ الهدايا ويكثر الجلوس مع السراطين ربما بعد ذلك صار عنده نوع من المحاباة والمجاملة في فتواه لكن العالم إذا استغنى عن الحاكم أصبحت فتواه لله تعالى لا مجاملة لفلان ولا لفلان فسعيد الحلبي كان مستغنيا لذلك واحد من الخلفة لما عين قاضيا عينه ثم أرسل إليه بمال فأبأ أن يأخذه قال لا والله ما أخذ إلا راتبي إلا من بيت ما المسلمين منك ما أخذ أموال جزاك الله خير قال أخذ هدية قال لا والله اسمح لي إذا بتعطيني هدايا أفصلني من القضاء فقال بل ابقى قاضيا ثم التفت الخليفة إلى من عنده وقال والله لا يحابيني في قضية لن يجاملني في قضية مدام ما قبل هداياي معناه أنه لن يجاملني في قضية سعيد الحلبي رحمه الله كان معتزا بنفسه عنده رزقه ولا يحتاج إلا الحاكم فكان مرة جالسا في المسجد يدرس الطلاب وعنده ألم في رجليه مع كبر سنة فمدهما وجالس يدرس الطلاب ويفتيهم فدخل ابراهيم باشا ابن محمد علي دخل وكان يعني له جبروته وله سلطانه وله عزته فقام الذين في المسجد يعني يبجلونه ويحترمونه وهذا يبعد وهذا يجلس وهذا يأتي يسلم عليه فمر بسعيد الحلبي وهو يحدث الناس فقام بعض الطلاب وسعيد الحلبي ماد رجليه ويحدث قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولم يقم يعني قائما أنت في المسجد والرجل ما جاء يسلم عليك الرجل جاء ينظر يأخذ دوره في المسجد ويطلع ما جاء يسلم عليك ولا أقبل هذا ابراهيم باشا ما جاء يصافح الشيخ صح لو جاء يصافح قام وسلم عليه لكن هذا ما أخذ رفه في المسجد فكان ماد رجليه ولم يقم فخرج ابراهيم باشا بعدما خلص في المسجد ثم التفت إلى أحد من معه قال من الشيخ اللي كان جالس وماد رجليه قال هذا الشيخ سعيد الحلبي من كبار العلماء قال لماذا الجميع وقفوا دروسهم وقطعوا حديثهم وقطعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا عن قراءة القرآن تبجيلا لي وتعظيما إلا هو استمر في الحديث والقرآن قال والله هذا الرجل هذا الذي فعل إحنا إيش اللي دخلنا في المشكلة فأخذ ألف دينار وأعطاها من عنده واحد قال اذهب وأعطيها الشيخ يريد أن يعني يخفض من اعتزازه بدينه وعلمه قال اذهب أعطيها الشيخ فمضى ذلك دخل إلى المسجد والشيخ جالس من بعيد والمسجد فيه حلقات للقرآن حلقات وللتفسير وللحديث تحفهم فيها الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله وفي من عنده فيها علماء أجلة هذا يتلو القرآن وهذا يحدد كل واحد على حال في مسجد مبارك فأقبل سلام عليكم يا شيخ قال عليكم السلام قال تفضل هذه ألف دينار ألف دينار هذه تعيشة عشر سنين في عز فقال من أين هذا قال هذه من ابراهيم باشا فقال آه أرسلها ابراهيم باشا إلي قال نعم قال أرجعها إليه وقل له يقول لك الشيخ إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه موسيقى موسيقى شكرا للمشاهدة إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه لأنه أصلا لو مد يديه لما استطاع أن يمد رجليه بمعنى أني أنا العز الذي عندي الآن والشرف أني ما أحتاج إليه لكن لما أبدأ أخذ المال وأتكثر به وأتزين بالمال أصبح الرجل له إحسان وفضل إلي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه أنا لا أريد كل فضل عليه الله يجزي خير يكثر خيره أنا عالم وعندي نفقتي لا أريد أن أحابي في فتواي أو ألتفت يمينا أو يسارا العلم يا جماعة يبني بيت اللامنار له والجهل يهدم بيت العز والشرف هارون رشيد كانت له في الحج مسألة عرضت له فسأل من عنده من العلماء فقالوا والله ما ندري هذه مسألة جديدة ولا ندري ما حكمها قال طيب يا جماعة أبقى هكذا ما عندي معلومات نريد أن نعرف ما حكمها المسألة في الحج قالوا لا يفتيك إلا عطاء أبن أبي رباح عطاء كان أسود أفطس الأنف وكان شديد العرج كان شديد العرج وعبد حبشي فقال طيب ادعوا لي عطاء أبن أبي رباح وكان عطاء إمام زمانه في الحج وأحكامه فمضوا إلى عطاء قالوا له يريدك الخليفة وعطاء عنده زحام الناس بيسألون هذا جاء من كازاخستان وهذا جاء من أفريقيا وهذا جاء من اليمن وهذا جاء من العراق وهذا جاء من الشام أتركهم لأجل أروح الخليفة أضرب له مشوار وأترك هؤلاء المساكين يحتاجون إلى من يفتيهم فقال قولوا للخليفة إني مشغول يعني أنا عندي الناس مئة مسكين يعني مسكين سرع عندي بصف كامل أتركهم وأذهب الخليفة عشان مسألة واحدة الخليفة كان ممكن يكتبها وأفتي ويرجع إليه فقال وقولوا له العلم يؤتى ولا يأتي العلم هو اللي يأتي إليه الطالب ليس العلم الذي يذهب إلى الناس فلما أبلغ هارون رشيد بذلك قام وأخذ معه ابنيه الأمين والمأمون ومضى فلما وصل إلى عطاء رأى الناس الخليفة فتفرقوا ومساكين بعضهم وقت طويله وماسك في الصف خاف من الخليفة وأبعد فغضب عطاء يعني نحن سواسية الآن وكلنا بإحرامنا بين يدي الله وهؤلاء مساكين في الشمس الآن عندهم مسائل وأهلهم ينتظرون حل المسائل ويأتي الخليفة يطردهم فجاء الخليفة وقف سلام عليكم يا شيخ عندي مسألة قال قف في الصف نحن سواسية اليوم بين يدي الله قف في الصف رجع ووقف في الصف معه ابنه الأمين والمأمون ثم جعل يمسك الصف يعني يتطبعا اللي أمامك كلهم يبدو أنهم سألوا أسئلة سريعة جدا وكان الواحد منهم يقول له عطاء مثلا فهمت الجواب يقول لي فهمت 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 بس يذهب يعني للخليفة وراء حتى وصل الخليفة إليه فلما وصل إليه سأله عن مسألة فأجابه ودعا له ويعني ترطف معه عطاء ثم شكره الخليفة ومضى ثم التفت إلى ولديه الأمين والمأمون قال يا بني أطلبا العلم أطلبا العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أذل وأحقر مني من أن كنت بين يدي هذا العبد يقول لأن عنده شيء أنا أحتاجه ما أجده عند غيره المعلومات الشرعية اللي عندها لا أجدها عند غيره من الناس بينما أنا ما عندي إلا المال والمنصب هو يجد المال عند أي واحد غيري أي واحد من التجار يعطيه إذا عليه دين يسدده يريد بيتا يعطيه يريد يشتري دابة أعطاه أما أنا فلا أجد غيره فكانوا أيها الأفاضل يعرفون للعلماء قدرهم لذلك حقيقة اليوم ما يقع من أنواع السخرية أحيانا بالعلماء يعني نقرأ أحيانا في بعض الصحف تجرؤ على بعض العلماء تجرؤ على بعض من يمثلون الدين استهزاء بهم نوع من السخرية بهم أحيانا سخرية ببعض الفتاوى سخرية ببعض الأحكام الشرعية أحيانا يكون في بعض مواقع الإنترنت في بعض المنتديات شيء من هذا أحيانا يكون أيضا مثل ذلك في بعض القنوات الفضائية من خلال ما ينشر من برامج ومسلسلات كل هذا أيها الأفاضل لا يجوز وهو من أعظم المحرمات والعلماء هم ورثة الأنبياء لا يجوز الاستهزاء بأي كان خاصة إذا كان مسلما خاصة إذا كان يمثل الدين وكان عالما لك ملاحظة عليه أرسلها إليه تكلم معه بأدب ترطف معه إن أردت أن تكتب عنه أكتب بغاية الأدب واللطف والاحترام أما اتهام النيات الكلام في المقاصد الكلام على مظهره الكلام على شكله كل هذا ينبغي أن يضرب به عرض الحائط ولا يحرك ولا يلتفت إليه بل يبجل العالم ويعرف له قدره أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على توقير علمائنا وأن يجعلنا أيضا من العلماء العاملين بارك الله فيكم إلى لقاءنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفيض حانينا دروب الحياة ويشريق فيها شعاع الأمل وفي رحلات العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل يطول الطريق وينضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة